موسيقى مساء الخير في النشرة وفاة أمير الكويت صديق لبنان الشيخ نوافل أحمد الصباح ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصدر مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي والرئيس بري يبرق معزيا إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونة للبنان اليوم هزيئة إلى عطل طرأة على طائرتها في مطار بريس معلومة غير رسمية تشير إلى زيارتها لبنان الأثنين بعد تل أبيب المفتدريان ومعظم الفرقاء يشيدون بقرار التمديد العسكري وباسيل يضعه في سياق مؤامرة ترسيخ النزوح السوري في الجنوب اللبناني الحدودي سخونة مرتفعة الحرارة والمقاومة ترد على الاعتداءات الإسرائيلية وارتقاء عدد من الشهداء في فلسطين المحتلة حركة حماس ومجموعات المقاومة تدمر في الأيام الخمسة الماضية مئة آلية لجيش العدوان الإسرائيلي فيما الحاملة الأمريكية تعترض أربع عشرة مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر إذن مع رحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح يفقد لبنان صديقا طالما وقف إلى جانبه نبذة عن حياة الأمير الراحل في سطور أعلن ديوان الأميري الكويتي عبر التلفزيون الرسمي اليوم السبت وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح يعد أمير الكويت الراحل من أبرز أمراء الكويت تأثيرا خصوصا أنه تميز بحكمته ومرونته كما كان له أثر كبير على صعيد العلاقات مع الدول العربية وفي مقدمتها لبنان بيان وزير الدوان الأميري بثه التلفزيون الرسمي ننعي للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه زهر اليوم السبت وكان الأمير قد دخل المستشفى في نهاية تشرين الثاني بسبب ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها وعكة صحية طارئة سمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول من ذلك العام عن 91 عاما وسيحل محله أخو غير الشقيق أيضا وليه العهد الحليء الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح الذي يبلغ 83 عاما وقد نادى مجلس الوزراء بتوليه ولد الشيخ نواف عام 1937 وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم الراحل الذي قد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950 وخلال الثلاث ثانوات الماضية من حكم الشيخ نواف شهدت البلاد تأليف سبع حكومات في السيرة الذاتية للأمير الراحل تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تعهد خلال أداء اليمين الدستورية بالحفاظ على رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006 تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994 تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 نيسان 1991 تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 16 يناير 1988 تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 برحيل الأمير الشيخ نواف يفقد اللبنانيون صديقاً طالما وقف إلى جانبهم في محنهم ولم يتغاد يوماً عن مد يد المساعدة في كل الأمور التي تعود بالنفع على لبنان بأسره أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذاكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أميرة دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجاء في نص المذاكرة يعلن الحداد الرسمي على وفاة السمو أميرة دولة الكويت أشقيق المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم السبت تنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلدية كافة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين المقبل ضمناً وتعدى للبرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة تغمض الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته عدد كبير من الشخصيات العالمية واللبنانية ورؤساء الأحزاب أبرقت معزية أبرز المعزين رئيس البرلمان نبي بر الذي أبرق لولي عهد الكويت ولنظيره رئيس مجلس الأم الكويتي معزياً برحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح معتبراً أن لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامية يفتقدوا كما عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعات الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والاستقرار كما أبرق الرئيس بري لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح معزياً برحيل أمير دولة الكويت وأبرق رئيس المجلس نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد العزيز السعدون معزياً برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أعلن مكتب رئيس حكومة ناجيب ميقاتي عن إلغاء الموعد بين ميقاتي ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الذي كان مقرراً عصر اليوم بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها لبنان نتيجة عطل طرأ على طائراتها في مطار باريس معلومات غير رسمية من فرنسا تحدثت عن العطل لكنها أشارت إلى أن كولونا ستزور تل أبيب عصر غد والإسنين تزور لبنان النشرة مستمرة بعد الفاصل أهلاً بكم إلى الحدود الجنوبية اللبنانية حيث الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والسخونة عالية جداً والمقاومة ترد أعلن العلام الحربي في حزب الله في بيان أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة شن مجاهدو المقاومة الإسلامية في ساعة 11 من قبل ظهر اليوم هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع الجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم قرية هنين اللبنانية المحتلة مما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده كما كشف الإعلام الحربي في بيان ثاني استهداف قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطل بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة الإعلام الحربي لحزب الله زف الشهيد المجاهد رضوان علي حمودي باقر من مدينة سور الذي ارتقى على طريق القدس بالتزامن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جبل بلات في أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان وغارات أخرى على أطراف بلدة عيترون ومارون الراس وموقع المنارة فيما زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدروعي أنه متابعة لتفعيل الإنذارات عن تسلل قطعة جوية معادية في شمال البلاد فقد اعترضت الدفاعات الجوية قطعة جوية معادية تسللت من لبنان وادعى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم أيضا رصد تسلل قطعة جوية معادية أخرى تسللت وسقطت في منطقة ميرغاليوت مشيرا إلى أن الجيش يهاجم بالمدفعية داخل الأراضي اللبنانية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النأب محمد رعد أشار في أربعين استشهاد الفتيات السلاث ريماس وتلين وليان محمود شور وجدتهن سميرة أيوب إلى أن العدو يريد تهجير أبنائنا وأهلنا ليتمكن من غزو أرضنا ومن ابتزازنا في سيادتنا في وطننا ولكن في هذا العدو ليان قهرت إرادته وتحدت مشروعه وقالت نحن الأطفال مثل أبنائنا وأمهاتنا سنصمت حتى أخر رمق من حياتنا ولفترعد إلى أن هذا الموقف الذي عبرت عنه شهداتنا الجهاد موقف وليس فقط حمل سلاح الجهاد قطف زيتون من إنتاج أبناء الأرض بدل أن نستورده ونعتاد على الاستهلاك الاقتصادي اليومي الذي يجعلنا ملحقين حتى في الاقتصاد لأعدائنا هكذا ينبغي أن نفهم القضية الميدان في قطاع غزة مؤجج في اليوم الواحد ما بعد السبعين على الحرب والمقاومة ترد على العدوان الإسرائيلي بدك المستوطنات في اليوم الواحد وسبعين من العدوان على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في القطاع ما أسفر عن 14 شهيدا في جباليا وحدها بالتزام مع معارك عنيفة تخضها المقاومة على عدد من المحاور وبثت القناة 12 الإسرائيلية أن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير فقط في هذا الوقت دفن جثمان مصور قناة الجزيرة الزميل سامر أبو دقة الذي استشهد بغارة إسرائيلية استهدفته هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الجمعة حيث دعت رابطة الصحافة الأجنبية إلى التحقيق في مقتل أبو دقة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وقد ارتفعت حصيلة شهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى 19 ألف شهيد وما يزيد عن 50 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال الجيش العدو الإسرائيلي داس خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان حيث دفنت قوات الاحتلال عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دعس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمال قطاع غزة بدوره أشار الناطق باسم كتائب القسام الجنح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إلى أن العدو لا زال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثة منهم وآثر قتلهم على تحريرهم وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدا وفي أحداث البحر الأحمر نقلت وكالة رويترز عن مجموعة الشحن الفرنسية CMA-CGM وقفها عبور جميع شحنات الحويات من البحر الأحمر أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن مدمرة صواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر من جهة ثانية أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي علي رضا تنكسيري أن حاملة الطائرات الأمريكية إزنهاور غادرت الخليج ومضيق هرمز بعدما كانت تحت المراقبة الشاملة للقوات البحرية للحرس الثوري على مدى 20 يوما له ولم يوضح المكان الذي انتقلت إليه الحاملة في المنطقة وفي القاهرة بثت وسائل إعلام مصرية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسما طائرا بعد رصد في المياه الإقليمية المصرية قبلت مدينة دهب الواقع على خليج العقبة من دون أن تشير إلى طبيعته وزير الأشغال والنقل علي حمي أعلن أن شركة لوفتانزا عودت عصر أمس رحلاتها الجوية ما بين فرانكفورت وبيروت وذلك بشكل طبعي أفق الجدول الشتوي المعتاد وكشف عبر منصة أكس أن اليوم أيضا ستعاود شركة سويس أير رحلاتها ما بين زوريخ وبيروت وإيروينغ ستعاود رحلاتها أيضا ما بين بيروت وهامبرغ وبرلين بدءا من يوم غد الأحد ألما أن هذه الشركات تابعة للمجموعات الألمانية لوفتانزا جروب التي كانت قد علقت رحلاتها في 13 تشرين الأول الماضي رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران بسيل قال أن التمديد الذي حصل أمس في مجلس النواب هو استمرار لمؤامرة النزوح السوري وأن الجميع راضخ من دون استثناء من جهة ثانية قال أننا منذ اليوم الأول للنزوح السوري تكلمنا عن دور مهم للبلديات بموضوع النازحين ولكن اليوم بات دورهم الوحيد الذي يعاول عليه بحلول جزئية ومؤقتة للتخفيف من عبء النزوح بالنطاق البلدي في ظل العجز الحكومي والإداري والأمني المتزايد وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا وخلال افتتاح مؤتمر منتدى البلديات حول النزوح السوري لاستقرار الاجتماعي وإعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات الذي ينظمه التيار في مركز لقاء الربوي رأى باسيل أننا أمام سلوك دوليه وأقرب إلى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان وأشار إلى أن الدول الغربية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل لتخبيط النازحين في الأرض التي نزحوا إليها وتمولوا بقاءهم فيها في عين التيني رئيس مجلس النوب نبيه برري التقى حاكم مصرف لبنان بالوكالة دكتور وسيم منصوري كما عرض خلال لقائها المفتي جعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية المفتي داريان أثنى على القانون البرلماني للتمديد للعماد عون واللواء عثمان وواجه تحية إلى الرئيس بري والبرلمان خصوصا في ظل العضوان السهيوني مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ أبلطيف داريان رأى في قرار مجلس النواب رفع سن التقاعد برتبة عماد ولواء لمدة سنة واحدة بالتمديد لقائد الجيش عماد جزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخل لواء عماد عثمان ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى أنه نابع من مطلب اللبنانيين ممثلين بنوابهم بعدم الفراغ في المؤسسة العسكرية الحريصين على صيانة المصلحة الوطنية خصوصا أن الجيش قيادة وضباطا وأفرادا هم عنوان الوطنية والوفاء والتضحية ووجه المفت داريان تحية إكبار وتقدير لرئيس مجلس النواب نبيه برري ولأعضاء البرلمان على الإنجاز الوطني الذي هو حاجة وطنية لدرء المخاطر التي تحضق بالوطن خصوصا من العدو الصهيوني الذي ينتهك سيادة لبنان وأكد أن المساعي والجهود التي بذلها النواب للمحافظة على المؤسسة العسكرية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية اللبنانية تشهد لهم وتدعوهم للإسراء نحو انتخاب رئيس للجمهورية في الظرف العصيب الذي يمر به لبنان وأضاف المؤسسات العسكرية هي ضمانة وطنية للحفاظ على لبنان السيد الحر العربي المستقل وحد داريان النواب على أن تكون خطواتهم المقبلة في المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية لسد الشغور الرئاسي وللخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان كإلا نقع في المحظور بعدد من الاستحقاقات التي ينتظرها الوطن وأجر اتصالا بقائد الجيش عماد عون مهنئا ومثمنا دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا على ما يبذلونه في التصدي للعدو الإسرائيلي في المحافظة على حدود لبنان من الخروق الإسرائيلية وتأمين أمن اللبنانيين على مساحة الوطن كله متمنيا له مزيدا من التوفيق لما يمتاز به من حكمة وطنية يشهد لها لمواجهة كل من يحاول العبث بأمن لبنان وأجر المفت اتصال تهنئ باللواء عمد عثمان للغاية نفسها مشيدا بدور قوى الأمن ومتمنيا له ولمؤسسة قوى الأمن الداخل للتوفيق في مهماتها الوطنية الكبرى زعيم التقدمي وليد جنبلاط صرح للنهار أنه نجح في منع تمرير القرار في مجلس المزراء ولو على حساب عدم ترقية الضابط الدرزي المؤهل إلى رتبة لواء لتعيينه في رئاسة الأركان واعتبر أن الربح كان ناقصا في انتظار إكمال معركة تعيين المجلس العسكري وضمنه رئيس الأركان لأن المجلس النيابي لا يمكنه التشريع إلا لقادة الأجهزة الأمنية ويعاول جنبلاط على الحلفاء لإنجاز التعيينات في المؤسسة العسكرية مؤكدا أن التمديد لقائد الجيش العمد جزفعون شكل مكسبا للمؤسسة خلافا للتوجهات العبثية لباسيل في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان وزير الألام زياد المكاري رأى أن سياسة اللبنانية أخفقت أمام أعين الجميع مشيرا إلى أن ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف أن السياسة اللبنانية تعمل بغض النظر عن مواقفنا أو مواقف البعض منا وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامة إدارة كازينو لبنان سرح سنة صعبة مرت على لبنان وفي كل مرة كنا نتأمل فيها أن تتحسن الأمور وتعود إلى طبيعتها نرى العكس سواء كانت المسئولية علينا أم على الذي يدفع الثمن ثم توجه إلى الإعلاميين بالقول أثبت العالم كما أن للإعلام قيمة في هذه الأيام وحرب غزة أثبتت أنه أساسي ولا أعتبر أن هناك شيء سيغير المعادلة في منطقتنا سواء نقل الصورة الحقيقية لما يحصل والإعلام اللبناني أساسي ومهم وأنا كوزير إعلام منذ أن توليت المسئولية أقف إلى جانب الإعلاميين ومؤمن بوجود الدولة على رغم أن البعض لم يعترف بذلك إلى أنه لا يمكننا أن نعيش إلا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل في معرب رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع التقى وفدا من اتحاد موظفي المصارف برئاسة رئيس الاتحاد جورج حاج بعد اللقاء وضع رئيس الاتحاد الزيارة في إطار إطلاع جعجع على أجواء عمليات صرف الموظفين التي تحصل في القطاع المصرفي والتي تطاول عدد كبير من زملائنا خصوصا أن إدارات المصارف لا تحترم حتى المسؤولين النقابيين وآخر عملية صرف لزميلنا رئيس مجلس المندبين ميلاد متري من بنك سردار كان ما وقفنا واضح مع الحكيم هو أنه عندنا قانون اندماج مصرفي أخذت المبادرة لكتلة القوات وقدمته للنجس نييبي بتعديل للمادة أربعة من قانون الاندماج اللي بتعطي تعويضات أكتر بكتير من اللي موجودة اليوم بالقانون والموضوع الثاني اللي حكينا فيه هو موضوع إعادة هيكلة الإطار المصرفي لأنه نحن منعتبر أنه ما في حل لموضوع صرف الزملاء إلا بإعادة استنهاض القطاع اللي عم بيعاني من أزمة سر أربعة سنين وللأسف الدولة اللبنانية بعد لحد يتهلأ عم تتسلى بغير موضيع بوقت أنه لا نمو اقتصادي بدون قطاع مصرفي قوي والمبادرة اللي أخدمت عليها جمعية المصارف مؤخرا هي مبادرة كانت لازم تكون من سنوات ولكن لا بأس إذا هلأ أخذت المبادرة فالحكيم كان كتير متفهم لوضعنا صدر عن قيادة الجيش مدرية توجيه البيان الآتي بتاريخ اليوم سبت دهمت وحدة من الجيش تؤذرها دورية من مدرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراوينة بعلباك وأوقفت مواطنين وسوريا واحدا لارتكابهم جراء امتجارة للمخدرات والسرقة وإطلاق النار كما ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية واعتداء عسكرية وكمية كبيرة من المخدرات والذخائر السياد سمك بحر صيدة يبدأ من عنده عبد المولى خالد هو ليس بصياد سمك يطرح شباكه في البحر كسائر صيدي الأسماك في مدينة صيدة هو يطرحها على أرض اليابسة إنه أبو إبراهيم واسمه مصطفى البطار يعرض شباكه وصنانيره داخل متجره العطيق بجوار مرفأ صيدة أملا بكسر جمود مهنده التي تأثرت كغيرها من مهن القطاع البحري جراء تصاعد حرب غزة وجنوب لبنان هو الوحيد الباقي داخل متجر ورثه عن أبيه لبايع لوازم الصيد في عندنا أوجس عم بتخليهم ما يبعدوا مسافات بعيدة من خطر يدهمهم إسرائيل أو زورة إسرائيلة لهالسبب وضعهم شوي دي ومحجم بالنسبة لدخولهم للمسافات بعيدة لبن البحر وأسر على معاشتهم طبعا يا صياد ولم شباكك منشورة على البحر شباكك والرزق على الله والبحر ورزق الله أيام السلم عربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها في شدة العقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني ولفت الناطق باسم الخارجية الإيرانية إلى أن العقوبات الجديدة هي خطوة عدائية حاقدة وبائثة وتدل على فشل النظامين الأمريكي والبريطاني الرعيين للإرهاب أمام الشعب الإيراني والثورة الإسلامية طوال العقود الماضية وأشدد كان عني على أن النظامين الأمريكي والبريطاني الذين أخفقا في سد دروب المقاومة سواء بالعقوبات أم بأعمال الإغتيال صدت القوات الجوية الأوكرانية هجوما جديدا بطائرات من دون طيار روسية ليلة الجمعة السبت وأسقطت 30 من أصل 31 مسيرة أطلقت على عدة مناطق في البلاد وأعلنت القوات الجوية في بيان أنه في المجموع استخدمت 31 مسيرة من طراز شاهد 131 على 136 في الهجوم قد أرسلها المحتلون إلى مناطق مختلفة في أوكرانيا سهدف الهجوم إلى جانب العاصمة كيف منطقة خرسون الجنوبية اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول 27 الأعضاء في الاتحاد على تشريع يرمي إلى حماية تعددية وسائل العلام واستقلالها وخلال المفاوضات أصر الدول الأعضاء عدة من بينها فرنسا على إدراج استثناءات محتملة لحاضر مراقبة الصحفيين متذرعة بالأمن القومي بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة تصبحون على خير اشتركوا في القناة